استقبلت وزيرة الخارجية رومانية لومينيتا أوديمسكو سفير مصر لدى رومانيا سفير مؤيد الضلعي تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وكذا مناقشة الموضوع عضت لاتمام المشترك بما فيها الاستعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كما استعرض السفير المصري الجهود المصرية المبذولة لوقف اطلاق النار في غزة ومنع التصعيد في المنطقة الذي قد يؤدي الى حرب شاملة من جانبها اكدت الوزيرة الرومانية على عمق وتاريخية علاقات بلادها مع مصر مشيرة الى ان مصر ستظل شريكا هاما لرومانيا